مطش الأهلي، المطش الصعب، المطش القاسي نادي الأهلي اتقاهل لنص نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا خير وبركة لكن بعد تعادل الإيجابي مع الرجاء المغربي كل واحد يوم جاب جول واحد واحد طيب المباراة اتلعبت على ملعب محمد الخامس في المغرب وده طبعا بعد ما سبق وفاز الأهلي على الرجاء بهدفين مقابل هدف مباراة الذهاب اللي قيمت في استاد السلام الأسبوع اللي فات مقرر أنه بإذن الله الأهلي هيلعب مع وفاق الصيف الجزائري في نص النهائي أول مايو المقبل السؤال بقى وماذا بعد؟ معنا على التليفون ناقدنا الرياضي اللامع أستاذ محمد عرائي أهلا بيك أهلا بيك عزيوتيف وأهلا بكل متابعينك ومشاهدينك ومتقلق كالعاد ما أنت المتقلق وستين متقلق قولي يا محمد باشا إيه سر صعوبة هذا المتش المتش كان شديد لو هنرجع بس لصعوبة المتش هنرجع على مباراة الذهاب يعني مباراة الذهاب اللي كانت وقيمة طبعا في القاهرة هنا على استاد السلام المباراة تسهلت بشكل كبير بعد ما الأهلي قدر أنه يحرز هدف وأحرط كمان الهدف التاني كان خلاص قريب جدا جدا أنه يحرز نتيجة قياسية أربع أهداف أو خمس أهداف وبالتالي خلاص خلاص المباراة اتلانيكيا ولكن إهدار فرص غريب يعني ما حصلش تقريبا أنا بالي يعني سنوات كتير بتبع قولة ما شفتش في مباراة واحدة عدد إهدار الفرص الرهيب ده من جانب لعبة النادي الأهلي ورغم كده الشرط التاني برضو الدنيا تسهلت أكتر وأكتر الآن رجاله ضرب الجزاء تانية تفضل لها عمر السلية بعد ما أحرز هو برضو هدف من ضرب الجزاء في الأول ولكن المراضي ضايع ضربة الجزاء واللعيب كمان الرجاء الترد بس للأسف ضربة الجزاء ضاعت ودرجع تاني الرجاء وقدر أنه يحرز هدف فبالتالي اثنين واحد اثنين واحد في علم القورة في مباراة الزهاب نتيجة طبعا مش كويسة مش أفضل نتيجة طبعا هو يفوز ولكن مش أفضل نتيجة لأن المنافس لو قدر يفوز عليك واحد سفر بات عن أرضه بيت أهل فبالتالي هو ده الوضع الأهلي في موقف صعب فأنا مراجعة نظر الأهلي هو الوضع نفسه في الموقف الصعب ده لأن المباراة الزهاب كانت سهلة وسهلة جدا جدا كان الأهلي يقدر يحقق رقم كياس من الأهداف فبالتالي كان هيسهل المباراة وكان هيخلي مباراة القيام بمباراة تحصيل حاصل تحكيمي وإضابة الجزاء الأولى التي احتسبت الأهلي في مباراة الزهاب ما كانش لها أساس مصحة حصل عملية شحن كبير جدا جدا للجماهير المغربية جمهور برضو في المباراة زيما شفنا طبعا مبارح دخول بها عداد كبيرة جدا عن العداد المسموحة اللي كان فيه أكثر من ستين لسلعين ألف متفرج طبعا كان فيه ضغط كبير ليزر حتى الأداء التحكيمي طبعا ما كانش في أفضل أحواله ولكن دايما الأهلي وكعادة العام المصرين بيظهروا في الوقت الشداد بيقول الوقت الشديد والوقت الصعب فعلا الأهلي ظهروا في شكل كويس جدا رغم تقدم الرجاء بهدف يمكن تقريبا في أول 3-4 دقائية ولكن الأهلي قدر أنه يرجع على طول ورغم برضو أن الفريق جات له ضرب الجزاء تانية وأحضارها علي معلول ولكن رجع قدر الأهلي يحرز هدف طبعا عن طريق محمد عبد المنم قبل انتهى الشوت الأول تقريبا بتلات دقائية هذا يمكن الهدف اللي قتل المباراة بشكل كبير حاول الرجاء طول الشوت التاني إنه هو يحرز الهدف ولكن طبعا خلينا نتكلم طبعا عن تقلق محمد شناوي اللي كان واحد من أهم من جمع المباراة وكان لي دوق كبير جدا 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 في وقاء النتيجة عند الواحد واحد وبالتاني النتيجة دي سعادة الأهلي لمباراة ومواجهة وفاق السطيف والدورنس في النهاية أنا أريد أنه أنا كمان أسألتك إن البطولة تسهالة بشكل كبير الترجل تونسي وفاق السطيف قدر إنه هو يخرج الم البطولة كمان النهاردة سانداونز يخرج من البطولة قدام بيترو أسلتكو مفاجئة البطولة السنة دي فبالتالي أنا شايف أن المشوار الأهلي يبدأ يتسهل بشكل كبير مواجهة وفاق السطيف ونحلة تانية كمان بيترو أسلتكو يعني ممكن الأهلي يلاقي نفسه في مواجهة بيترو أسلتكو في النهاية البطولة فبالتالي الأهلي يعني الظروف كلها مخايقاته قدامه لموسيماني موسيماني بيتهاجم وهو بياخد البطول يعني موسيماني وهو بيكسب الزمالك وبيكسب برامدز وبيكسب أفريقيا مرة واثنين وبيروح ياخد كاس العرب مرتين وبياخد الصبر الأفريقي مرتين وكاس مصر وبيكامل الدوري وبياخده ورغم كده موسيماني بيتهاجم يعني لسه مش متقبلين فكرة مدرب في الأهلي لسه برضو شايفين أن هي تيلا شوي في ناس كتير بتقول أن عدال أهلي مش أفضل حاجة ولكن العبرة بالنتاج يعني أنا من الناس أو مدرسة دايما في القرى العبرة بالنتاج خصوصا كمان على مستوى الفرقة الكبيرة زي النادي الأهلي النادي الأهلي دايما بيبحث عن بطولة النادي الأهلي طول الوقت بيبحث عن الفوز ولا غيره فبالتاني الفوز بقى يجي بأي طريقة مش هنقعد نفكر هنقول الفوز هيجي بأني شكل الفوز هيجي بأني شكل لازم يجي بأي طريقة وهو موسيماني راجل محترف والراجل عارف هو بيعمل ايه وده ظهر ان هو اخذ البطولة مرة واثنين اه طبعا فيه طبعا انتقاد لمسلماني ده طبعا ظهر جدا وظهر بشكل كبير لان جمهور الاهلي دايما بيبعز الفوز وبعز الاداء ولكن ده صعب في علم الكورة صعب فيه برضو انتقادات ليه في اختياره لبعض اللعيب مثلا بيرسي تاو اللي بيقوله مثلا ليه بيلعب زي طهر محمد طهر ولكن الراجل بيبقى ليه رؤية فنية ان واحد زي طهر محمد طهر بيقدر يدافع بيقدر يعمل ادوار دفاعية اكتر مسلا من احمد عبدالقادر اللي جمهور الاهلي طول الوقت بينادي ان هو يلعب اساسي بيرسي تاو الراجل بيشوفه العيب سريع والعيب بيقدر يخلق فرص حتى لو مش بيحرز اهداف ولكن ليه دور تكتيك داخل الملعب ايا كان اللعيبة اللي بيستخدمها الراجل بدل بيحقق الهدف بتاعه وبدل بيحقق امساراته بيحقق بطولات فبالتالي لازم انا من وجهة نظر ان جمهور الاهلي لازم يكون فداره ولازم يكون وراء لان هو بيعمل ارقام ونتاج استثنائية اعتقد ان هي محفظتش بكرة في تاريخ الاه طب انا عايز اختم معاك الحلقة بسؤال متعلق بالنتيجة مع وفاق الصيف كم كم؟ توقع يعني ربنا يجعل وشك حلو على الاهلوية وعليا توقع نتيجة توقع يا باشا يعني هو طبعا مبارات الزهاب هكون في القاهرة ومبارات العودة هكون هناك في الجزائر توقع ان شاء الله الاهلي يقدر يحقق هنا يفوز بفريق هدفين ان شاء الله وطوقع ان الاهلي حقق تعادل بيزن الله في الجزائر طب هدف كمان زيادة في الجزائر يا اخي يا رب بس الهدف يحصل للسعود يتم ويفعد لاني مباراة النهائية لاني هكون على فترة طبعا من مباراة واحدة مش ذهاب وعيابها تبقى مباراة واحدة بس والاهلي اعتقد متمرس جدا جدا في البطولة بالشكل ده ويقدر يفوز ببطولتين وراء بعض بفكرة ان هو بينعب مباراة واحدة في النهاية ودام الزمالك طبعا في النهاية الشهير ومبعدية ودام كايزر تشيفز فاعتقد ان الاهلي دلوقتي خلاص اصبح هو بعد توديع الرجاء وبعد توديع التراجي وبعد توديع تاندونز اصبح الاهلي هو المرشح رقم واحد لفوز بالبطولة يا مياسر حلنا بشكورك جدا 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 ولعل الفوز يكون بإذن الله من نصيب الاهلي في المباراة القادمة والتأهل للنهاي والفوز بالبطولة الاهلي كم مجارة العادة يا بختوكوا عقبالنا على كلنا اشكرك جدا 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 نقلنا الرياضي اللامع محمد دعرائي